موسيقى لأنه البرلمان هو فضاء للنقاش وللتداول وللتدافع ولإبراز وجهات النظر أنا كانت سأل إليك الوزير المكلف في الحلقة مع البرلمان لا يحق له الكلام مش كل أخص يتكلم ولاش كي يحضر علاش كيمشي البرلمان لوزير المكلف لماذا يجلس في البرلمان منذ بداية الجلسة إلى نهايتها لأنه هو المسؤول عن تدبير العلاقة ما بين البرلمان والحكومة ولا طرح شي نائب شي سؤال الوزير يجيب أن يقدم التوضيحات فما فائدته أن يحضر الوزير ويسمع وفي نهاية المعطف يتقلوا لاحق لك في الكلام هذا تعسف غير مقبول ثم جميع القرارات دي المحكمة الدستورية اللي كتنظم واللي عندها السلطة على مراقبة القوانين بما فيها القانون التنظيم اللي هو النظام الداخل للمجلس النواب تتستند على واحد المعطأ أساسي جدا اللي هو التوازن والتعاون ما بين السلطتين ولا انتبهت في جميع المبادرات الرقابية يتكلم النائب يجب أن يتكلم الوزير ليجيب السؤال يليه تعقيب والتعقيب يليه تعقيب آخر نفس الشيء بالنسبة للمدخلات فمنك نجيو للجلسة العامة ثم الفصل على ما أعتقد 262 من نظام الداخلين لمجلس النواب صارح وواضح ما يبرمج الأسئلة الذي يبرمج الأسئلة هو مكتب مجلس النواب والذي يبرمج القطاعات الشهرية التي يتم استدعاؤها للبرلمان هو مكتب مجلس النواب عبره شمال قاعدة عبره قاعدة واضحة وبسيطة إذا كان السؤال عاديا 25 يوم إذا كان السؤال آنيا يطلب إذن الحكومة في ظرف 20 يوم إلى فتح 20 يوم يتحول السؤال الآن إلى عادي وتصبح الحكومة مجبرة على أن تأتي إلى البرلمان وأن تجيب على السؤال هذا هو الدستور وهذا هو النظام الداخلي فالبرلمان هو الذي يبرمج هو الذي يحدد جدوى الأعمال هو الذي يقرر من سيستدعي ومن سيحضر ومن لن يحضر والوزارة الذين مطالبين بالحضور واجب أن يحضروا فقط في الحالات التي منصوص عليها أيضا في النظام أنهم يتغيبوا إذا كان هناك يعني بعض الحالات لمحددة حسبا فالذي وقع هو أن السؤال الأسئلة التي طرحها السيدة والسادة النواب من المعارضة برمجت في جدول الأعمال والوزيرة المعنية التي طالها الجدل كانت حاضرة في مجلس النواب وأجابت على هذه الأسئلة فهنا إلا كان غير هذا هو المشكل ونخليه الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان يتكلم لكن أن يقف الوزير لكي يتناول الكلمة ويتم منعه بالصراخ سمحوا لي سمحوا لي نقول لكم بأن هذا تعسو ثم هل يحق للوزير أن يتكلم أو لا يتكلم الوزير النظام الداخلي المجلس النواب سكت التي يقول لا يحق له ولا لا يحق له والأصل حينما لا يكون المنع شنو كي يكون يكون وبما أن القرارات لمحكمة دوستورية كتتكلم عن التوازن والتعاون بين السلطتين فكيف شغل يتم التعاون ونحن نسمع صوتا واحدا ولا نسمع الصوت الآخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة